موسيقى 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 ظلت المملكة المغربية تلعب دورا كبيرا في تعزيز الوحدة الافريقية من منطلق الرؤية الملكية تجاه القارة وبحكم مواقفها المختلفة تجاه شعوب القارة عملت المملكة بالتعاون مع دول القارة في تعزيز ودعم جهود النهضة والتنمية في كافة المجالات وتاتي كافة القطوات التي خططها المملكة في سبيل إعلاء شان القارة سياسيا واقتصاديا وحول أدوار المملكة ومواقفها طيلة الفترة الماضية تجاه القارة يسعدنا أن نستضيف سعادة السيد محمد عروشي السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الافريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا والذي ياتيكم من قاعة المسيرة بمقر إقامة السفير بالعاصمة أديسة بابا للحديث حول أهمية المغرب داخل الاتحاد الافريقي وهو أحد مؤسسيه إلى جانب الهداف المستقبلية للمغرب داخل الاتحاد الافريقي في ظل التحديات الراهنة سعادة السفير مرحبا بكم مرحبا بكم السيد أحمد بإقامة المملكة المغربية بأديسة بابا سؤالي الأول ما هي مرجعية مساهمة المغرب في العمل الافريقي المشترك؟ مرجعية المملكة المغربية في إطار العمل الافريقي المشترك تستند أساساً على الرؤية الملكية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله رؤية مبنية على سياسة باقعية وأهداف واضحة المعالم تهدف أساساً إلى المساهمة الفعلية الفعالة في مصار التنمية بالقارة الافريقية أخداً عن الاعتبار البعد الإنساني أساساً وقائمة على سياسة تضامنية مستدامة تضع في صلب أجندة العمل الافريقي المشترك المصالح الحيوية للمواطن الافريقي في مجالات السلم والأمن والتنمية مرجعية كذلك تستند على علاقات تاريخية متجدرة تربط المغرب بعمقه الافريقي وقائمة على روابط إنسانية حقيقية فعلية اقتصادية ودينية وتاريخية وثقافية مرجعية تستند على إرث غني نابع من المساهمة الفعالة المغرب دائما كعضو مؤسس لمنظمة الواحدة الافريقية من خلال احتضان كما تعلمون مؤتمر الدار البيضاء سنة 1961 حيث يشكل هذا المؤتمر اللابنة الأولى لميلاد هذه المنظمة بمبادرة من المغفور لها صاحب الجلالة الملك محمد الخامس كأحد رواد الوحدة الافريقية مرجعية المغرب في العمل الافريقي المشارك كذلك تستند على مواصلة حضور قوي في القارة سواء على المستوى الثنائي خلال غياب المغرب لعدة عقود من المؤسسة الافريقية للأسباب طبعا البعروفة حيث وصل المغرب سياسته التضامن الفعلية في إطار تعاون جنوب جنوب مثمر وبناء مع معظم دول القارة الصديقة والشقيقة كما قلت رغم هذا الغياب فهذا الغياب لم يمنع المغرب طبعا من مواصلة هذه السياسة التضامنية مع الأشقاء الأفارقة كما قلت استنادا على كل هذه الركائز واستنادا على هذه الرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة حفظه الله نوز عودته إلى المنظمة القارية في العام 2017 يحضر المغرب في العديد من الهيئات والمؤسسات داخل الاتحاد الإفريقي ما هي حصيلة هذا الحضور أولا بغياب المغرب من المؤسسة الإفريقية فقدت هذه المؤسسة عضو محوري له دور رياضي في القارة الإفريقية في عدة مجالات سياسية اقتصادية تقافية فكما شاهدتم وتابعتم الترحيب بعودة المغرب كان دليل واضح على تطلع القادة الأفارقة وكذلك الشعوب الإفريقية إلى استعادة المغرب لمكانتها الطبيعية داخل الأسرى الإفريقية ولدوره المحوري في العمل الإفريقي المشارك بحيث الجميع كان على اليقين بأن المغرب يعود بقيمة مضافة فعلية وعملية في مصار التنمية بالقرى الإفريقية الحصيلة الأولى والأساسية الرئيسية كانت تتعلق بالقديل الوطني فبعد إقحام الكيان الوهمي داخل المؤسسة الإفريقية في دروف معينة معروفة طبعا وغياب المغرب لهذا السبب توجد عودة المغرب باعتمار القرار 693 قرار يعني القمة الإفريقية بنواكشوت الذي كرس الدور حصري للأمم المتحدة بخصوص النزاع المفتعل حول الصحراء المغربي من بين النتائج التي طبعا جاءت بعد العودة وهو تواجد المغرب داخل مجلس السلم والأمن تابع الاتحار الإفريقي لولاية سنتين 2018 2020 خلال هذه المدة طبعا كانت هناك عدة أنشطة ومساهمة للمغرب طبعا الوقت لا يسبح لجرد كل هذه النتائج ولكن نذكر منها على وجه الخصوص التركيز على مبدأ الدور الحصري للمجلس الأمن التابع لأمم المتحدة بخصوص قضايا السن والأمن بقر إفريقية طبعا وتوضيح الأمور بشكل جالي لأن طبعا كانت هناك طبعا مناورات وأجندات سياسية ضيقة يعني تروم وتحاول أن طبعا تستغل كل الظروف لطبعا تغييب هذا المبدأ الأساسي وهو مبدأ الحصري هو الدور المحوري لمجلس السلم والأمن التابع للممتحدة في معالجة قضايا السلم والأمن بالقرار الأفريقي الآن نتواجد لمرة ثانية داخل مجلس السلم والأمن لولاية ثلاث سنوات توجد طبعا بداية هذه الولاية بالشماع طانجا الذي صدر عنه إعلان طانجا الذي جاء طبعا أو أكد على مقاربة جديدة في التعامل مع قضايا السلم والأمن بالقاربة الإفريقية المقاربة التي تمزج بين طبعا السلم والأمن والتنمية فأصبحت هذه المقاربة الآن ركيزة أساسية في التعامل مع قضايا السلم والأمن بالقاربة الإفريقية هناك كذلك استضافة المرصد الإفريقي للهجرة بحيث أن المغرب الآن يصدف أول هيئة تابعة الاتحار الإفريقي بالربط وهذه هذه الاستضافة طبعا جاءت نتيجة الضور الريادي لصاحب الجلالة ملك محمد السليس حفظه الله كرائد لموضوع الهجرة داخل المؤسسة الإفريقية ونتطلع طبعا لكي يلعب هذا المرصد دور أساسي في التعامل مع ظاهرة الهجرة بالقاربة الإفريقية والتي تعد من بين طبعا التحديات التي تعرفها القاربة الإفريقية هناك كذلك تعزيز تمثيل مغربي داخل هيئات الالتحار الإفريقي فالمغرب الآن يتواجد في مكاتب طبعا عدة هيئات داخل الالتحار الإفريقي طبعا سبق له أن ترأس لجان تقنية على مستوى الوزاري وكذلك عدة لجان أخرى متخصصة في عدة قضايا مختلفة بالإضافة إلى تواجد المواطنين طبعا المغاربة داخل مفاوضية الالتحار الإفريقي في مستويات هامة بحيث أن الآن هناك مدير المدير العام داخل المفاوضية الالتحار الإفريقي الذي هو طبعا مغربي وهناك طبعا موظفين آخرين يعني في مراكز هامة داخل مختلف هياكل مفاوضية الالتحار الإفريقي هذه بعض النتائج طبعا الوقت لا يسمح لك أن نسرد يعني الحديد منها ولكن يجب أن نعلم جميعا بأن المغرب طبعا يواصل انخراطه في العمل الإفريقي المشرك ونتطلع لكي تكون هناك طبعا نتائج هامة هامة ترسخ دور المغرب المحوري في إطار العمل الإفريقي المشرك وجود الاتحاد الإفريقي داخل هذه المؤسسات وخاصة مجلس السلم والأمن الإفريقي هذا الجهاز الهام لصنع القرار في مفوضية الاتحاد الإفريقي يقودنا إلى سؤال مهم وهو دور المغرب في مسار صنع القرار داخل الاتحاد الإفريقي منذ عودة المغرب للاتحاد الإفريقي نحرص كل حرص على أن مسار صنع القرار يجب أن يرتكز على مبادئ احترام الإجراءات والقوانين والمساطير المعمول بها وكذلك قرارات العياءة العليا للاتحاد الإفريقي هناك تحديات ما زالت طبعا مطروحة بخصوص مسار صنع القرار فقرار الاتحاد الإفريقي تتخذ أو تتخذ مصار طويل في بعض الأحيان معقد في عدة إشكالات وتبدأ من أو يبدأ هذا المصار من اللجان عمل اللجان الفرعية ثم اللجنة الممثلين الدائمين ثم اللجان المتخصصة التقنية على المستوى الوزاري ثم المجلس الوزاري انتهاء بالقمة فالمغرب كبقية الدول مطالب بمواكبة هذا المصار بتنسيق مع الإدارة المركزية لدراسة التقارير ومشاريع القرارات بتقة عالية طبعا والمساهمة في بلورتها مع الحرص على المقاصد النبيلة الالتحار الإفريقي والمصالح العليا للمغرب وكذلك المصالح الحيوية للمواطن الإفريقي فالمغرب يحرص دائما على احترام هذه الإجراءات والقوانين لأن هناك دائما مناورات ومحاولات لطبعا الدفع بأجندات سياسية ديقة وبالتالي طبعا عدم اعتبار هذه المساطير والإجراءات والقوانين في هذا المصار مشاركة القطاعات التقنية المعنية في تحضير الشماعة الداخل المؤسسة شيء مهم جدا فنحرص طبعا على أن تكون مساهمة هذه القطاعات التقنية على المستوى الوطني مساهمة فعالة إيجابية ذات قيمة مضافة خلال هذا المصار نحرص كذلك على تضمين مقترحات المغرب خلال الشماعة في التقارير والوثائق المعروضة على القمة لكي تكون هناك إضافة وقيمة مضافة للمغرب في هذا المصار هناك تحدي خلال هذا المصار وهو تصدي لكل مناورات الخصوم لإقحام مواقف ضد مصالح المغرب فكما تعلمون طبعا هناك خصوم الوحدة الترابية مع الأسف الشديد اهتماماتهم الأولى والأخيرة هو طبعا هذه المناورات التي لا تنتهي والتي تعرقل العمل الإفريقي المشارك وكذلك تعرقل مصار صنع القرار بشكل شفاف وواضح يخدم المصالح الحيوية للقرار والمواطن الأفارق هناك الحرص على توافق القوانين الوطنية مع القرارات المتخدة على مستوى الاتحار الإفريقي حتى يكون هناك انسجام لأن في آخر المطاف هذه القرارات يجب أن تتابع في تنفيذها من طرف الجهات والأقاليم وكذلك الدول داخل الاتحار الإفريقي وبالتالي هذا الانسجام بين القوانين الوطنية وبين القرارات المتخدة في إطار الاتحار الإفريقي وشيء مهم جدا يا حيس المغرب عليه دائما سؤال قبل الأخير ما هي أولويات المغرب في إطار العمل الأفريقي المشترك خدمة القضايا النبيلة للقرار الإفريقية والاستجابة للمصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في مجال السلم والأمن والتنمية تتطلب إيجاد مؤسسة إفريقية ذات مصداقية وفعالية وبالتالي انخيارات الفعال والمتواصل في عملية الإصلاح التي تعرف المؤسسة الإفريقية حاليا هي ضمن الأولويات المغرب يحرص على أن يساهم بشكل فعال متواصل بقيمة مضافة في عملية الإصلاح دائما لكي ترقى هذه المؤسسة إلى مستوى تطلعات المواطن الإفريقي فإيجاد حكامة إدارية ومالية وسياسية داخل مفاوضة التحر الإفريقي من دمن الأولويات ربط المسؤولية بالمحاسبة من أجل إصلاح مؤسسات فعال وناجع كذلك من دمن الأولويات الحرص على شفافية المصر بين حكومي واحترام الإجراءات والمساطر والقوانين كذلك من دمن الأولويات التذكير بأهمية البعد العملي للقرارات والتركيز على الأولويات الاستراتيجية من قبل اندماج الجهوي والقاري ومعالجة القضايا المتعلقة أو التحديات الراهنة المتعلقة بالأمن الغدائي والأمن الصحي والأمن الطاقي دمن أولويات الراهنة أخرى تظل من دمن الأولويات فترسيخ الحكامة الجيدة ومصداقية مصار العمل البين حكومي من طبيعته أن يجعل المؤسسة ترقى إلى المستوى المطلوب ويكون لها دور فاعل في المحافل الدولية وبالتالي تؤهل لكي تصحح الأخطاء التي ارتكبت سابقا بما فيها طبعا وعلى رأسها وعلى رأسها مشكلة إقحم الكيان الوهمي في ظروف معينة التي استغلت من طرف أصحاب الأجندات السياسية الضيقة لإقحم هذا الكيان الوهمي والذي كان من نتائجه عرقلت المصار الصحيح والطبيعي للعمل الإفريقي المشارك الرقي بالمؤسسة خلال عملية الإصلاح إلى هذا المستوى طبعا سيضع حد للمناورات والأجندات السياسية الضيقة وبالتالي ستكون المؤسسة تستجيب طبعا للدور الطبيعي التي خلقت من أجله وهو يعني 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 خاصة في مصار التنموي التي تعرفه القرى ومواجهة كل التحديات التي تعرفها القرى حاليا فالمغرب يحرص كل الحرص أن يساهم بكل جدية وفعالية وعزم وحزم في هذه العملية العملية الإصلاح واضعا طبعا الهدف الرئيسي أو الأولوية الرئيسية وهو إنجاح مصار عملية الإصلاح لكي طبعا تحقق هذه الأولوية وعلى رأسها المصالح الحيوية للمواطن الإفريقي سؤال أخير ما هي آفاق العمل الأفريقي المشترك في ظل التحديات الراهنة والمستقبلية غياب مؤسسات مستاقية وحكمة جيدة وتعطر الاندماج القرى والجهول وعدم جدوى الشراكات الإفريقية سيعمق من أزمة الشعوب الإفريقية وسيجعل من القرى ساحة التنافس من القوى الكبرى العالمية لتجنب هذه السيناريوهات السلبية ينخرط المغرب بكل جدية وبكل فعالية من أجل قرى إفريقيا مستقرة آمنة توفر كل الشروط اللازمة للعيش الكريم للمواطن الإفريقي فالمغرب يرفع هذا التحدي على جميع المستويات انطلاقا من رؤية ملكية متبصرة وحكيمة تسعى إلى جعل هذه المؤسسة الإفريقية في خدمة هذه المصالح الحيوية للمواطن الإفريقي وليس للبقع مع الأسف الشديد وهذا هو الوضع الحالي لهذه المؤسسة فالعمق الإفريقي للمملكة المغربية وانخراط المغرب دائما في مواكبة الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة في إطار التدامن الفعلي وإيمانه العميق بأن مستقبل المغرب الظاهر طبعا يظل مرتبط بازدهار القرى الإفريقي بحكم هذا الانتماء سيحلس المغرب دائما أن تكون لهذه المؤسسة ويكون لها الدور الفاعل والإيجابي والإيجابي وتخلصها من كل الأجندات السياسية الضيقة وكل المناورة التي تعيق المصاري الطبيعي للعمل الإفريقي المشترك فهذه حتمية وهذه مسؤولية على عاتق المملكة المغربية فطبعا واكبتم الزيارات الملكية في ربوع القارة الإفريقية في إطار التعاون جنوب مع العديد من الدول الإفريقية زيارات عديدة انصبت أساسا على تعاون فعلي في إطار تعاون جنوب جنوب وضع دائما في صلب أجندته العيش الكريم للمواطن الإفريقي وإعطائه أو توفير كل الشروط والظروف الرئيسية لكي طبعا يكون للمواطن الإفريقي دور فعال في مصار التنمية وكذلك دور فعال في استثباب السلم والأمن بالقارة الإفريقية فسيظل المغرب طبعا حريص دائما كل الحرص رغم التحديات حريص على أن يساهم في هذا المصار الإصلاحي للمؤسسة المؤسسة الذي هو أولوية الأولوية حاليا لكي تحقق الأهداف المرصومة في الوقت الذي أعطيت انطلاق هذه المؤسسة من مؤتمر الدار البيضاء بالمملكة المغربية فخلق دينامية جديدة داخل المؤسسة هو هدف كذلك من أهداف المملكة المغربية ما بقية الدول الشقيقة والصديق ولن يكون هناك أي تحفظ للمملكة طبعا في هذا المجال وكبيعة دائمة نعتز طبعا بمساهمة المملكة المغربية على أسس الرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله التي تعطينا طبعا كل القوة والثقة طبعا في هذا المصار الإصلاحي وكذلك في إطار المساهمة الفعالة في العمل الإفريقي المشرق أشكركم سعى السفير محمد عروشيا الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية على هذا اللقاء شكرا كما أشكركم أنتم مشاهدية وإلى اللقاء